مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب كما أيضا بنرحب بكل مدخلاتكم وكل تساؤلاتكم واستفساراتكم دايما يسعدنا أن احنا نسمع صوتكم ونتحاور معكم أو تشاركونا بتعليقاتكم الخاصة بموضوعات الحلقات اللي بنقدمها هنا على عبر الكتاب أو في عبر الكتاب حلقة اليوم هي حلقة تعتبر شوية لهوتية وتعليمية وفيها هنتكلم عن شخص الرب الإله أو كما أعلن عن نفسه في العهد القديم يهوى هنتكلم شوية عن طبيعة الله في المسيحية طبيعة الله في المسيحية طبعا نحن كمؤمنين مسيحيين نأخذ كل ما أعلنه الله عن نفسه ونجمع كل هذه الإعلانات التي أعلنها الله عن نفسه من خلال أعماله ومن خلال إعلاناته كلماته ما أعلنه عن نفسه من خلال الكلمة المقدسة ومن خلال الأنبياء من خلال أصفار كتاب مقدس ومن خلال كل هذا نقدر نقول آه إحنا بنؤمن كما أعلن الله عن نفسه أن طبيعة الله هي واحد اثنين ثلاثة وعش كده لما بنتكلم عن طبيعة الله نحن نتكلم عن موضوع مهم جدا مهم من الناحية اللهوتية أن نحن يكون عندنا مفهوم صحيح عن مين هو الله مفهوم يتناسب مع إعلان الله نفسه عن نفسه وكمان من الناحية العملية لما بنبقى فهمين مين هو الله حياتنا وإيماننا وسلوكياتنا بتبقى مختلفة عن لما يكون عندنا مفهوم مشوش عن الله فعش كده مهم جدا لنا كمؤمنين أن نحن ندرس عن شخص الله ونعرف مين هو الإله الذي نعبده طبيعة الله في المسيحية زي ما قلت لحضراتكم أنه موضوع ده مهم جدا من ناحية العقائدية ومن ناحية العملية لإيماننا المسيحي زمان أعتقد وأنا يمكن في المرحلة الإعدادية أو السنوية الترجم كتاب في مصر أنا مش فاكر اسم المؤلف لكن كان اسمه ما أصغر إلهك وكان بيحكي عن إزاي أوقات كتيرة نحن نتخيل الله بصورة غير إلا الله أعلن بها نفسه نتخيل الله مثلا كإله محب لكن دون عدل نتخيل الله إله بأفكارنا زي البنك نروح له لما نبقى محتاجين لكن طول ما إحنا كويسين هو في حاله وإحنا في حالنا فتصورنا عن الله بيأثر جدا على تصرفتنا وعلى سلوكيتنا وعلى عبادتنا عش كده مهم جدا لينا أن احنا زي ما قلت أن احنا نعرف مين هو الإله الذي نعبده الإله الذي أعلن نفسه لنا وأكتمل هذا الإعلان في شخص يسوع المسيح له كل المجد طيب طبيعة الله في المسيحية ما هي طبيعة الله في المسيحية؟ كويس؟ طبعا هذا الموضوع موضوع كبير موضوع يعتبر موضوع ممكن ناخد فيه كرس كامل شهور كاملة نتكلم عن طبيعة الله بيسموه في علم اللهوت theology proper عقيدة عقيدتنا عن شخص الله مين هو الله؟ كويس؟ لكن حابقا أحط بعض النقاط المهمة جدا في معرفتنا لشخص الله وإحنا بنتكلم عنه كما زي ما قلت أعلن لنا هو عن نفسه في الكتاب المقدس الله في المسيحية كائن مش حاجة هلمية مش فكرة مش تخيل ولا تصور مش كده يمكن الكلمة الإنجليزية بين كائن كائن هذا الكائن كويس؟ موجود خارج عقلنا وأنا حطيت العبارة دي لأنه علشان أأكد أنه أنه الله مش اختراع بشر تصورنا في المسيحية عن الله ليس من اختراع عقلنا وليس من بنات تفكرنا وليس ناتج عن تخيلتنا نحن البشر أو زي ما بيقول البعض الإنسان زمان ما كانش عنده تفسيرات للأحداث الكونية للمطر وللبر وللفيضانات فكان ينسب هذه الأمور إلى كائن عظيم خلقوا الإنسان في مخيلته وسما فيما بعد الله هذا ليس إيماننا هذا ليس إيماننا الإيمان المسيحي يبدأ من حيث أعلن الله عن نفسه لنا وعشان كده مهم جدا نحن نحط العبارة دي أن الله كائن موجود خارج عقلنا موجود وليس من اختراعنا ولا من تصورتنا كبشر كويس؟ حقيقة تانية هذا الكائن هو كائن وحيد نحن لا نؤمن بتعدد الألهة ولا يوجد في المسيحية إيمان بتعدد الألهة فالوصية الإلهية والإعلان الإلهي في العهد القديم وفي العهد الجديد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد واحد من حيث العدد هو واحد هذا الواحد لا مثيل له لأنه إذا وجد مثيل له يبقى عند اتنين لكن هذا الكائن هو لا مثيل له ولا يوجد من يشبهه بمن تشبهونني يقول رب هو موجود قبل كل الموجودات شكرا الكتاب المؤدس يعني دقيق جدا لما يقول لنا في أول آية في سفر التكوين في البد خلق الله السماوات والأرض فهو وجوده موجود قبل خلق السماوات والأرض هو الذي خلق الموجودات هو الذي خلق الكون بكل ما فيه بما يرى وبما لا يرى هو مصدر الوجود مصدر الحياة معط الحياة هو مصدر الوجود لكل الخليقة اللي موجودة للإنسان الحيوان للنبات للمجرات هو مصدر وجود كل هذه الخليقة لكنه منفصل عن الخليقة زي ما قلت هو خارج عقولنا هو منفصل عن الخليقة ليس هو والخليقة واحد زي ما ينادي البعض بنثيزم أو الإيمان بأن الله موجود في كل حاجة الله موجود جزء منه في الشجرة موجود جزء منه في الشمس موجود في الإنسان موجود في الكائنات الله أو الخليقة متحد أو زي ما بينادوا بأن الخليقة هي جسد الله هذه هرتقات وبدعة البانثيزم هي بدعة أو هرتقة لا نؤمن بيها نحن كمسيحيين فالله منفصل عن الخليقة عشان كده ما يقول لنا في البدء خلق الله السماوات والأرض إشارة لكل الخليقة هو منفصل عن الخليقة هو سيد الخليقة هو منبع وجودها هو مصدرها هو الذي يعتني بها لكنه منفصل عنها هو والخليقة هو شيء والخليقة شيء آخر كمسيحي زي ما قلت هو واحد لا مثيل له هو واحد لا مثيل له وعلى أساس هذه الوحدنية وعلى أساس هذا التميز أعطى الله لشعب الوصاية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا كل هذه الوصاية مبنية على تميز الله وعلى وحدنية الله فزي ما هو متميز هو أيضا واحد أو زي ما حطها القديس عن سلم في عبارة قال أن الله The Greatest Conceivable Being أو الكائن أو أعظم كائن يمكن أن نتصوره حتى يمكن تصوراتنا لا يمكن أبدا أن تصل إلى حقيقة الله لا يمكن لا يمكن لعقولنا أن تدرك لا يمكن لأفكارنا أن تفهم طبيعة الله ومجد الله بالشكل المزبوط عشان كده بنعتمد على معرفتنا مش على عقولنا وبنعتمد على معرفتنا مش على الخليقة لأن عقولنا مشوشة بدون الإعلان الإلهي بدون الإعلان الإلهي كل معرفتنا عن الله هتكون أن هناك كائن موجود حكيم وعظيم خلق السموات That's it ده كل اللي ممكن تصل إليه عقولنا وممكن نربط هذا الكائن بشرورنا فنجعل منه أنه الأمر نجعل منه أنه الشمس نجعله في صورة كائنات جبارة زي ما عملت الأمم وعش كده إيماننا مبني على الإعلان الإلهي كما أعلن لنا الله عن نفسه كما أعلن لنا الله عن نفسه كويس وطبعا في المسيحية كل سؤال مشروع وكل محاولة للفهم والإدراك لطبيعة هذا الإله مشروع هذا يختلف عن الإسلام الذي يكفر بل يعني ينتهر كل من يحاول أن يفهم طبيعة الله تشوف الفيديو الأولاني وهو بيكلمنا عن هذه الحقيقة الفيديو الأولاني بيقول لي أنه البحث في الذات الإلهية ممنوع ممنوع تسأل أسئلة متعلقة بالذات الإلهية في المسيحية ممكن نسأل أسئلة متعلقة بالذات الإلهية وممكن نبحث في الكتاب المقدس عن إعلانات الله عن نفسه ونفهم طبيعة الله كما أعلن هو عن نفسه ناخد الفيديو الأولاني نرجع نعلق عليه الأسئلة المعلقة بالذات إلهية ممنوع إجابة عنها ممنوع الإجابة عليها أي سؤال أنت تسأله متعلق بالذات الإلهية ممنوع الإجابة عليها مش بس ممنوع تسأله لا ده ممنوع الإجابة عليها لا توجد إجابة لنا علىها الله أخفها عنها هو أخفها طبعا سبحانه وتعالى أنا كلفني الله آمن فيه من خلقه خلقه أمامي أما بذاته ما فيه خلص يعني أنا أآمن بالخلق بالخلق اللي خلقه لكن أعرف ذاته ممنوع في الإيمان المسيحي يستطيع الإنسان أن يعرف الله ويستطيع الإنسان أن يقيم علاقة مع الله فالله في الإيمان المسيحي أعلن لنا نفسه أعلن لنا عن ذاته وطبعا الإعلان العظيم لله رأيناه في وجه يسوع المسيح الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب قد خبر لكن هاجي إلى بعض النقط المهمة جداً لأنني أعتبرها أيضاً نقط جوهرية في فهمنا لطبيعة الله مين هو الله؟ أول حاجة في إيماننا المسيحي بنعرفها عن الله أن الله روح الله روح دي حقيقة لابد أن نقبلها ونؤمن بها كلنا كما سحي الله روح يعني الله روح ماذا نقصد عندما نقول أن الله روح وعلى أي أساس بنؤمن أن الله روح الله روح بمعنى أنه غير مادي مش مادة ليس له طبيعة مادية ليس له طبيعة مادية ليس له طبيعة مادية ملموسة ومحسوسة كويس فالله روح وده الذي يميز الله عن بقية الكائنات أن الله في طبيعة روح طب جبنا الكلام ده منين جبناه من فم رب يسوع له كل المجد عندما قال رب يسوع للمرأة السمرية الله روح ولأن الله روح فالذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا الأمور المادية الجسدية ما ينفعش نها تكون في عبادتنا لله لأن طبيعة الله طبيعة روحية كويس عشان كده يقول لنا أيضا في يحنى 11 18 أن الله لم يره أحد قتل لأن الله روح فهو غير مرئي هو يعني إنفيزبل ما يدرش الإنسان أن يرى مش بس لأنه طبيعة روحية لأنه أيضا لا يستطيع الإنسان أن يحتمل رؤية مجد الله بجلاله وبمجده كده لا يستطيع أحد أن يرى الله ويعيش كان هناك تجليات أتكلم عنها لله وزهرات لله لكنه لكنه في الطبيعة لا يستطيع الإنسان أن يرى الله ويعيش ولا يستطيع الإنسان أن يرى الله بالعين المجردة لأن الله روح الله لم يره أحد قتل أنا بصراحة عاد تدور في الإسلام هل المسلم بيؤمن أن الله روح أنا ما لقيتش أي إجابة كل ما قرأته في هذا الموضوع أن الله خلق الروح بما فيها الروح القدس كويس لكن ما أكلمنيش على أن الله روح ما فيش حاجة واضحة نص واضح بيقول لي أن المسلم بيؤمن أن الله روح وما فيش آية واضحة بتقول كما أعلن المسيح له كل المجد أن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا عش كده بولس الرسول في تموساوس الأولى 1-17 يقول لنا وملك الدهور الذي لا يفنى لأنه روح لا يفنى ولا يرى دي حقيقته الله لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى ظهر الدهور كمان يخبرني في تموساوس الأولى 6 وفي الآيات من 15-17 الذي وحده له عدم الموت كلم عن الله الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الله نور وليس فيه ظلمة البتة الذي لم يراه أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية أمين فالله روح هذه حقيقة مهمة جدا في إيمان المسيح عن طبيعة الله لأن الله روح فهو غير محدود لا يمكن أن يحدى الله بمكان لا يمكن أن أقول أن الله موجود في السماء ونقطة ولا يمكن أن أقول أن الله بكماله موجود في مكان معين فهو غير محدود لا محدود بمكان ولا محدود بزمان يقول لنا بوليس الرسول كده لما تكلم مع أهل أثينا وبيكلمهم عن شخص يسوع المسيح بلوم الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هذا هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياك المصنوعة بالأياد ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء الله لا يسكن في هياكل هو يعلن مجده وحضوره في موقف وفي مكان ممكن يعمل كده زي ما أعلن حضوره على جبل سينة زي ما أعلن حضوره أيضا السحابة التي ضللت الهيكل لكنه هل أقدر أقول أن الهيكل يحتوي على الله وأن الله ساكن في هيكل الله روح هو يعلن حضوره ويبرك شعبه لكن الله لا يمكن أن يحتويه مكان أو يحد مكان لا يستطيع أن نحد الله في مكان وهو أيضا زي ما قلت غير مرء الله لم يره أحد قط غير مرء طيب أجلي سؤال مهم السؤال المهم هو طيب إذا كان الله روح والكتاب المقدس بيعلن أن الله روح كيف يكون الله روح والكتاب المقدس بيصف مرات كثيرة وكأن له جسد بمعنى ألم يتحدث الكتاب المقدس عن يد الرب ألم يتحدث الكتاب المقدس عن ذراع الرب عن عين الرب آه كل هذه التعبيرات لا تعني أن الله له جسد مادي لا تعني لم يقول الكتاب أن الرب أخرجهم بذراع ممدودة من أرض مصر وأن الرب يعني خل الشعب بيد قديرة هل ده معنى أن الله له زراع هل ده معنى أن الله مادة له جسد مادي مكون من ذراع ايه طول الزراع ده وإيه قدرته لو له طول يبقى محدود وله قدرة يبقى برضو محدود وإيه عين الرب كيف نفهم كل هذه التعبيرات الله يعلم أنه يكلمنا نحن البشر أنا أنا كإنسان أنا كإنسان بفهم قدرة الإنسان أو قدرة الكائن كويس من خلال ذراعه كلمة ذراع فلما يستخدم الكتاب ذراع الرب هو لا يتحدث عن زراع مادية هو يتحدث عن قدرة الله عن قدرة وعظمة عمل رب عش كده فيه تعبير مهم جدا هذا التعبير أنثرو بومورفيزم بمعنى إنه الله بيستخدم تشبيهات تشبيهات إنسانية عشان يفهمني عن شخصه فالتعبير نفسه يد الرب يشير إلى قدرة الله التعبير الذي له عينان تخترقان أسطار الظلام ده تعبير عن معرفة الله أو كل المعرفة فهذه التعبيرات الله بيستخدمها مش لأن له عينان ولأن له يد ولأن له رجلين لا 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 لكن يقول لي إنه الله قدير لأن أنا بفهم من خلال الذراع قدرة الإنسان وبفهم إنه أنا بعرف الأمور من خلال الرؤية بتاعتي عيناي اللي عنده عين بيشوف وبيشوف من على بعد ولا يخفى عليه أمر لكن الأعمى ما يقدرش حتى يسوء عجلة الأعمى ما يقدرش يسوء عربية الأعمى لا يرى من هو أمامه فلما الكتاب يحدثني عن عين الله هو عايز يقول لي عن معرفة الله لما الكتاب يحدثني عن يد الرب هو عايز يقول لي عن قدرة الله كويس عشان كده الكتاب المقدس بيستخدم تشبيهات إنسانية في الحديث عن الله عشان يفهمني أن الله بيعمل بيرى بيشعر أحشاء الله تعبر عن تفاعله تعاطفه محبته عطفه حنانه كويس لكن لا أستطيع أن أقول أنها تعبرات مادية تشير إلى أن الله مكون من جسم مادي أما زهرات الله في العهد الأديم فدي ذهرات الله يستطيع أن يظهر لموسى بسورة كما ظهر له في العلايقة وتحدث إليه ده ذهرات الله يستطيع أن يظهر أيضا في سورة ملاك الله يستطيع أن يظهر زي ما أتى الإبراهيم في سورة ضيف رجل الحرب كما ظهر لجدعون كل هذه عبارة عن تشبيهات لكن ليست حقيقة في الله أن له عينان وله رجلان كما أنا كإنسان مادي لي عينان ولي رجلان ويدان طيب أخذ الأخت في ريال وأرجع أكمل مع حضراتكم آلو آلو أخ أشرف سلام ونعمة المسيح معك الرب باركك الموضوع رائع جدا جدا طبيعة الله أخ أشرف أنا اللي روح القدس أعطاني هذا يعني التعليق أنه طبيعة الله يستحيل الإنسان أن يعرف طبيعة الله إلا من خلال الرب يسوع المسيح له كل المجد أي دين من الأديان يعني يجي الأخ المسلم يقول المسلم الله غفور رحيم طيب كيف تثبت هو روح الله أنه غفور ورحيم فإحنا في الإيمان المسيحي لما نجي نحكي عن محبته ورحمته وقداسته نحكي عن الخلاص نؤمن بالخلاص لأن خطة الله الحكيمة هي التقديم الخلاص لجميع الناس وهذه الخطة ما كانت أبدا معلومة عند البشر لكن متى أصبحت الخلاص معلومة عند البشر واضحة لما مات المسيح لما الله تجسد وأخذ جسد إنسان اللي هو الرب يسوع المسيح له كل المشد ومات على الصليب وقام من الأموات وهذاك الوقت أنه عرفنا ما هي خطة الله للخلاص لأن الله مثل ما ذكرت أخ أشرف الله روح الله لا يموت هي الجسد في الإنسان فياريت الرب يفتح قلوبهم ويعرفون طبيعة الله الحقيقي من خلال ربنا وإلهنا يسوع المسيح الله ظهر في الجسد باسم الرب يسوع أصلي أخ أشرف أحب أنا أفرح قلبك لأن أعرف قلبك مليان بمحبة الرب عندنا في دراسة الكتاب المقدس اللي أحضره مباشر يعني معزوم بشهر مرة عندنا أخ عبر من الهندوسية إلى الإيمان بالمسيح يسوع وبنعمة الرب لمسخلبه طبعا أهل ما راضين طبعا وهو خطب فتاة مؤمنة مسيحية أيضا أمين ونشكر الرب علينا ودراسة الكتاب المقدس اللي أحضره على الزوم نشكر الرب نعمة الرب ومحبته لمست اللي معانا أكثر من الحضيرة الأخرى حتى واحد كان ملحج ويتمسخر علينا ويستهزئ لكن الرب لمس قلبه وأصبح مؤمن بجنن نشكر الرب على هذا الإله اللي حول الإنسان من الظلم إلى النور أشرف الرب يباركك ويحفظ ومنه إلى يسم يسوع وعلى الأخبار الطيبة السماء بتفرح بخاطئ واحد يتوب فعلا آمين 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 فطبعا الإعلان اكتمل إعلان الله عن نفسه اكتمل في واجه يسوع المسيح لأن الله بعدما كلم الأباء قديبا بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فطبعا معرفتنا لشخص الله اكتملت في معرفتنا لشخص يسوع المسيح لكن بكلم النهاردة عن أمور مهمة جدا أو حقائق مهمة جدا متعلقة بطبيعة الرب الإله كويس فأجي إلى الحقيقة لأن الله روح طب إيه فايدة إن الله روح أنا يعني إلا 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 ممكن أتعلمه وأمارسه في حياتي يفرق معايا لما أعرف إنه الله روح فلا ينبغي أن نصنع له تمثال منحوطا الله روح لا يمكن أن يشبيه شيء منفعش أبدا ودي الوصية الإلهية لا تصنع لك تمثال منحوطا ممن في الأرض من تحت أو منع في السماء من فوق أو من في الماء ممنوع ممنوع لا يوجد شيء يشبيه الله فالله روح حاجة تانية إن الله لا يمكن أن يشبيه أي شيء مادي منفعش بأي صورة من الصور تعتبر خطيئة وكسر الوصية إذا شبيهت الله بأي شيء مادي الله روح فبالتالي يمكن لكل الذين يريدون أن يعبدوا الرب أن يعبدوا بالروح في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان لأنه غير محدود لأنه غير محدود فدي أول حقيقة بعرفها عن شخص الله في الإيمان المسيحي طبيعة الله هي طبيعة روحية طبعا زي ما قلت أنا يعني الإجابة على السؤال لم أجد إجابة على السؤال ما هي طبيعة الله في الإسلام لم أجد الإجابة على هذا السؤال هل طبيعة روحية أم طبيعة مادية وإذا كانت طبيعة روحية فكيف يقول يعني الكرآن أنه الرحمن على العرش استوى وكيف يحمل هذا العرش ثمانية ملائكة هل هذا الأمر مادي يعني يعني لأنه إذا قلنا أنه هذا هذا التصور تصور مادي يبقى الله مادي يبقى هناك ثمان ملائكة شايلين عرش والإله جالس على العرش أو مستوي على العرش متاكئ على العرش مهما حطيت من تصور لحجم هذا العرش فبما أنه مادي يبقى محدود دي النقطة مهما حطيت له تصور لو قلتلي أنه بعرض سماوات والأرض فحتى سماوات والأرض لها حدود ده حتى المجرات لها حدود عش كده الإجابة على هذا السؤال وطرح هذا السؤال مرفوض في الإسلام يعني الفيديو اللي جاي أنه أنه طرح مثل هذه الأسئلة ممنوع أساسا أنك تطرح ده أنت لو طرحتها تستاهل الضرب والجلد ده خلينا نشوف الفيديو رقم اتنين ونرجع نعلق عليه رجل يا إمام ما معنى الرحمن على العرش استوى أيوه فأمر مالك بجريدة جريدة نخل وضربه مئة ضربة ثم قال له يعني أول حاجة في رده كي تخرج هذه الأسئلة من عقلك برة أوك أول حاجة في الرد بتاعه عمل جاب جريدة نخل ده الإمام مالك جاب جريدة نخل وضربه ضرب السائل وكان يسأل بيقول طب أنت ضربني ليه؟ يقول له عشان تخرج هذه الأفكار من مخك وكأنه ممنوع أنك تسأل كمل بجريدة جريدة نخل وضربه مئة ضربة ثم قال له هذه كي تخرج هذه الأسئلة من عقلك مرة أخرى أما الاستواء فهو معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه إيه؟ بدعة أفلها خلاص وهو كل إيه؟ يعني بدعة ضل ضلالة وكل ضلالة في النار خلاص يبقى أنت ممنوع أنك تسأل ممنوع أنك تسأل الإيمان المسيحي بيحطها واضحة كده كالشمس الله روح الله روح حاجة تانية المهمة جدا وديه أيضا تعتبر فارق كبير جدا ما بين التصور الإسلامي عن الله والإعلان الإلهي في الكتال المؤدس عن شخص الرب كويس؟ أن الله شخص person شخص هو كان شخص ودي نقطة مهمة جدا وزي ما قلت إنه ده ده نقطة اختلاف في المسيحية الله شخص person في الإسلام الله ليس person not person مش شخص he's in person الحقيقة دي جبتها منين حقيقة دي موجودة ومعلنة في في بحث لإيت في زي بحث دكتوراه كده معمول في كامبريج ليه عن هذا الموضوع is god a person is god a person هل الله شخص لمحمد ليجون حسين محمد ليجون حسين هو شخص إيراني وهو حطاه في البداية في بداية المقال بتاعه كويس حط هذه الحقيقة قدام الكل فبيقول انه الاختلاف الصعق the most striking difference بين المسيحية وبين اللهوتيين المسيحيين واللهوتيين المسلمين كويس هي for christians بالنسبة للمسيحيين god is a person بالنسبة للمسيحيين الله شخص muslim worship and impersonal deity أما المسلمين فيعبدون كائن غير شخصي impersonal هتقول لي إيه الفرق إيه الفرق ما لما أقول إن الله شخص وإن الله مش شخص كويس لما أقول إن الله شخص كون إن الله روح ليس معنا أن الله شخص كون إن الله روح فليس معنا إنه شيء هلامي لكن كون إن الله روح في الإيمان المسيحي فهو شخص أوكي أنا ماذا أعني بكلمة شخص مهم في دراسات كثيرة عن تعريف كلمة person or human person or divine person في تعريفات كثيرة جدا ماذا نعني لما بنقول أن الإنسان شخص أنا شخص اسمي أشرف وإنت شخص لك اسم كويس ماذا أعني لما بقول شخص الشخص فلان كويس أنا بعني هذا أن الشخص أو الإنسان هو الذي عنده إدراك ذاتي self-consciousness إدراك ذاتي أنا مدرك لمين أنا أنا ليه اسم أنا لو حد نادى في الشارع وقال أشرف أنا ببص صورة كويس أنا ليه اسم أنا ليه وجود فلما أقول أن هذا إنسان بمعنى أنه له ذات self-conscious إدراك ذاتي كويس وفي نفس الوقت عنده القدرة على reasoning الحوار النقاش المنطق هذا لا نجده في الحيوانات هذا لا نجده في الكائنات الأخرى نجده فقط في الإنسان الذي خلق الله على سورته كويس طبا ما جيب أقول أن الله شخص ماذا أعني ماذا نعني بقولنا أن الله شخص حاجتين مهمين جدا الحاجة الأولانية اللي اللي بنعنيها أن الله شخص أن الله عنده إدراك ذاتي لمن هو هو يعلم من هو كويس وأنا أجيب الأدلة من كتير مؤدس على كده هو يعلم من هو هو يعلم أنه مميز هو يعلم أنه وحيد هو يعلم أنه لا مثيل له هو يعلم يعلم ذاته جيدا لكن الحاجة الثانية أيضا فالله أنه بمعنى أنه عنده مقاصد ويستطيع أن يحقق هذه المقاصد التي قصدها عنده إرادة ليحقق مشيئته وإرادته كويس فأنا مش بكلم عن شخص هلامي مش بكلم عن عن قوة طبيعية زي الهوروكينز والزلازل والرياح أنا أتكلم عن شخص له إدراك ذاتي لشخصه وعنده أيضا إرادة ومقاصد يحققها بقوته وبحكمته عشان كده أقول الله شخص طب إزاي ده ينطبق على الله أنه لا له أسماء في الكتاب المعدس الله أعلن عن نفسه من خلال أسماء الله أعلن وقال أنه هو إلهيم الله أعلن عن نفسه وقال أنه يهو أهيا الذي أهيا الله أعلن عن نفسه أيضا وقال أنه إيل شدائل إلى القدير الإله الذي يدبر ويرى ويدبر يهو رؤي الرب رايتي كل هذه الأسماء الإلهية تعلن لنا أنه شخص له اسم مش بس شخص له اسم لكن مدرك لذاته قال لشعب إياك تعمل آلهة أخرى أمامي إياك تشبهني بأي شيء ممكن تتخيله إياك تصنع لي تمثالا منحوطا وتتخيل من أنا أنا لا يوجد مثلي أنا الإله الوحيد خالق السماء والأرض له إدراك ذاتي لشخصه لكن كمان أعلن عن مشاعره مرات ومرات أعلن عن غضبه عن حزنه عن مصر قلبه كما مؤدس الله أعلن عن مشاعره هذا شخص يتفاعل معنا كمان له مقاصد وله خطط وله إرادة وله مشيئة ويتممها بحكمته وبقدرته مش شخص كده هلامي لا الله في المسيحية كلما شاء صنع ومقاصده تثبت إلى الأبد عش كده كتاب المؤدس لما نقرأ كتاب المؤدس نحن نقرأ نقرأ مقاصد الله كتاب المؤدس بيقول لي مقاصد الله منذ أن خلق الكون إلى أن يخلق سماء جديدة وأرض جديدة بيعلن عن مقاصده تجاه الإنسان بيعلن عن ما شئته بيعلن عن إرادته لأنه شخص أقدر أقول أنه أب وده يفرأ الإيمان المسيحي عن أي إيمان آخر في الإسلام الله ليس أب لا يعرف المسلم هذه العبارة لكن في الإيمان المسيحي لأن الله شخص فهو أب أب أقدر أقول أبانا الذي في السماوات أقدر أدعيه وأقول له أبي فهو أب ولأنه شخص فمش ممكن أبدا نعبد يعني كائن غير شخصي كيف لنا أن نعبد كائن غير شخصي العبادة تتطلب أن يكون الله شخص العبادة تتطلب أن يكون الله هذا الكائن الذي له شخصية مميزة يعلم من هو وله إرادة ومشيئة ده بيميز الإيمان المسيحي عن الإيمان الإسلامي لكن كمان يبقى كلمنا أن طبيعة الله في الإيمان المسيح أنه روح وطبيعة الله في الإيمان المسيح أنه شخص لكن كمان حقيقة أخرى في الإيمان المسيح أن الله غير محدود غير محدود ولما أصد بأن الله غير محدود أنا أصد بحاجتين أي أن الله غير محدود ولا يمكن أبدا أن يحد يعني مش بس التعبير إنه إنه unlimited لكن كمان الله لا يمكن أن يحد unlimited مش ممكن يحد مش ممكن يحد السؤال السؤال أين الله سؤال مهم في الإيمان المسيح تكون تكون رجله التانية لا 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 ده تفكير خاطئ عن الله لما أقول أن الله موجود لما أقول الكتاب أنه أن اجتمع اثنين أو ثلاثة بإسمي هناك أكون في وسطهم موجود بكامل شخصه زي ما موجود بكامل شخصه أيضا مش موجود بأجزاء الله الله غير مكون من أجزاء الله ليس فيه أجزاء يعني واحدة من الحاجات الإيمانية المسيحية أنه بنسميها البساطة الإلهية the simplicity of the divine يعني إيه بسيط يعني مش مكون من أجزاء اسكائن واحد لكن مش مكون من أجزاء فالله غير محدود غير محدود أين الله الفيديو التالت اللي نتفرج عليه بيجاوب على هذا السؤال بالنسبة للفكر الإسلامي أين الله الله في الفكر الإسلامي فوق فوق خالص منعزل وإحنا هنا في الأرض كويس فالله زي ما احنا بنحطه في التعبير اللاهوتي transcendent بمعنى أنه عالي متساني بعيد لكنه مش قريب is not imminent مش قريب ده بفكر الإسلامي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي نرجع مع الله عليه ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية كما في حديث معي بن الحكم السلمي وهو حديث صحيح نروه مسلم وقال لها عليه الصلاة والسلام من أنا قالت أنت رسول الله قال لها أين الله فهذا سؤال مشروع ابتداء قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله قالت في السماء فنحن نعتقد أن الله جل وعلا في السماء مستوين على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك يبقى الله في السماء مستوى على عرشه يبقى انت حددت الله بمكان لأن السماء مكان مهما كان فهي مكان وهذا المكان مخلوق آه نحن عندنا في كتاب المؤدس ممكن يقول أنه يعني أبنا الذي في السموات لكن ليس معنى هذا أن الله في السماء لكنه مش موجود على الأرض لكن هو مكان الرفعة السمو والعلو كل ما في الوجود محدود إلا شخص الرب فهو غير محدود الله لا يحد بمكان ولا يوجد مكان يحد الله فالله غير موجود لشان كده زي ما قلت لحضراتكم النص ده مهم جدا في أعمال 17 لما بولس الرسول الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياك المصنوعة بالأيادي ولا ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء طيب ناخد مداخلة لأخ هارون هاجوب من روسيا أهلا وسلم بك أو يعقوب حبيبي دكتور أشرف سلام المسيح معك سلام كيفك أخي الربي بارك نشكر الله بألف خير مدام أنت بخير أنا بخير الله يخليك حبيبي وخليك يا حبيبي وخليك أخوي الغالي أشرف إلى متى المسلمون يدنسون على كتابنا الكتاب الذي هو كتاب الكتب كتاب المقدس إلى متى أنا مش عارف أنا بسألك سؤال ولكن أنا أنا كهاجوب مش عارف إلى متى حتى يفتح الرب عيونهم وبصائرهم أمين مثل ما فتح الرب الإله عيون شاول وحوله إلى بولوص ولكن أنا بدي أوضح لك هذا صدقني يعلم ربنا أنا بشوف مسلمين للأسف الشديد يعني أنا خدمتي على السوشال ميديا لما أخدم على السوشال ميديا بشوف صدقني أنا يعني بشفق عليهم ولكن بقول يا رب أنت مثل ما فتحت عيون شاول وحولت إلى بولوص الرسول حولهم يا رب بس مش أكتر والأخ يعني مشكلتهم أخوي الغالي أشرف يعني أنا أنا بشوف ناس كثير تمام بشوف ناس كثير تتكلم عن طبيعة المسيح هو إزاي الإله مثلا بدخل الحمام عفوح للكلمة إزاي بدخل الحمام إزاي بتغوط إزاي بيوكل إزاي بيشرب إزاي بفوت الحمام إزاي 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 طب أنا يعني أنا أنا كهاجوف يعني يعني أرد عليهم إيه أنت لما تتكلم عليهم مثلا مثلا على سبيل المثال عن طبيعة الإنسانية طب بيجيب لك أي في الكتاب المقدس بيقول لك أنا إنسان قد كلمت لكم بالفعل مثلا يعني أنا أنا مش عارف طب فائدة المسيح لا يستد مثلا مثلا على سبيل مثلا يعني أنا لو أنا يعني كان لازم كان لازم أن المسيح يولد كإنسان لعدة أسباب أول سبب أعطيك سبب أولاني في غلاطية أربعة أربعة الإصحاح الرابع الآية أربعة والآية خمسة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة منه المرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لتبني الإنسان فقط وليس الإله لأنه الإله موجود منذ الأزل في البدء يا خلق الله السنوات والأرض في فهم خاطئ اللي بتجسد للأسف نعم للأسف الشديد وطعن بشكل رهيب أخوي الغالي أشرف طعن بشكل رهيب بعقيدة التجسد وعقيدة الصلب والفداء بشكل رهيب هو 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 إبليس عايز إيه أكتر من كده بالزبط كويس إبليس عايز الناس تبقى بعيدة عن المسيح لأنها تحلق بدون المسيح فإشغلهم بأي حاجة تاني إشغلهم بديانة إشغلهم بتدين إشغلهم بكل أمور دي فيعني إبليس فعلا أعمى عيون غير المؤمنين دي حقيقة نعم نزبوط ولكن أوضح لك حاجة مهمة في موضوع الغلاطية أربعة أربعة والآية خمسة برضو إنه الإنسان فقط هو هذا الإنسان فقط اللي هو يسوع المسيح الذي يمكن أن يولد تحت النموس وليس أي كائن ملائكي أو حيواني تحت النموس ولا بشر حتى ولا هجوب ولا الأخ أشرف ولا الموعدين للبرنامج ولا أي بني آدم الله خلوه على هذا الكوكب فقط هم المولودين تحت النموس والإنسان فقط هو الذي يستطيع الفداء الذين موجودين المولودين تحت نفس النموس أي لأنه المولودين تحت نموس الله مذدبين بالتعدي على النموس فقط إنسان كامل هو شخص رب يسوع المسيح طب ببساطة أخوي الغاري أشرف يعني إلى متى نكمل الصالة نكملين صالة وربي بشجعنا كل يوم عابرين كثيرين بيختبروا نعمة المسيح أشكر الله صدقني مبارح أنا كسبت يعني تقريبا اثنين للرب يسوع المسيح من دول يعني من دول الخليج وصلت معهم صلاة الخلاص أشكر الله من أجل ربنا يباركك يعني ويستخدمك وأنا بسعد دايما بسمع صوتك حبيبي ستسلم لي يا غالي الله يخبر لك أنت صلي من أجلي ويباركك يا حبي صلي دايما من أجلي ويستخدمك أكثر وأكثر شكرا بإسم يسوع المسيح شكرا لك ربنا معك ومعك يا غالي باي 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 فالكتام المعدس بقول لنا إن الله لا يمكن أن يحد ده كمان في نص جميل جدا في مزمور 139 يقول كده داود أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن سعدت إلى سماوات فأنت هناك وإن فرشت في الهوية فأنت إن أخذت جنحي الصبح وسكنت في أعقاص البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني أين أهرب أروح فين في السماء موجود وفي الأرض موجود الله في كل مكان لا يحد لا يحد هو قريب وبعيد هو قريب مني جدا ومتعالي جدا الاتنين كمان الله لا يحد بزمان يقول كده في مصمور 90 يا رب ملجأا ملجأا كنت لنا في دور فدور من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل وإلى الأبد لا يحد بزمان الزمان لا يمكن أبدا أن يحد الله عشان كده كده ما قد يسكلمنا عن الرب وإلى أنه الأول والآخر البداية والنهاية الألف والياء دي كلها تعبيرات بتقول لي أن الله لا يحد بزمان كما أنه لا يحد بمكان هذا هو الإله الذي نعبد طبعا في نقطة تانية أن الله هو حياة ودي نقطة مهمة جدا يعني كان يعوزني الوقت أننا أكلم عنها لكن الله هو حياة وحياة الله من ذاته أنا حياتي مستمدة من الله كل الكائنات الأخرى مستمدة حياتها من الله الذي خلقنا لكن الله له حياة في ذاته حياة الله في ذاته لم يعتمد الله في حياته على شخص ما أو على إنسان لكن كل الخليقة تعتمد في وجودها وفي حياتها على شخص الرب لكن الله وحده الذي له حياة في ذاته هذا هو الإله الحقيقي أنا سيبقى لي حلقات نتكلم عن طبيعة الله والثلوس وكل لكن نتكلم عن جوهر طبيعة الله الله روح غير محدود الله كائن منذ الآذل وإلى الأبد الله قريب من الذين يدعونه إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر